عقدت دائرة التعليم العام بمؤسسة حضر موت تنمية بشرية ورشة عمل لمناقشة نتائج خريجية ثانويات نموذجية للعامين أدراسيين 2021-2022 2022 إلى 2023 بتوجيهات كريمة من رئيس وعضاء مجلس أمناء المؤسسة ممثلة بالمهندس عبدالله أحمد بوكشان وفي الورشة أكد المدير العام التنفيذي لمؤسسة حضر موت تنمية بشرية المهندس طارق بالخشر اهتمام المؤسسة بالعملية التعليمية ومخرجاتها حاثا الجميع بمؤامة التعليم مع التقدم والنمو العالمي عبر تعزيز مخرجات الثانويات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة وتأتي الورشة لمناقشة نتائج خريجية ثانويات نموذجية للعامين أدراسيين من أجل تحسين مخرجات الثانويات النموذجية والحفاظ على مستوى العملية التعليمية والتربوية في النموذجيات وناقشت للورشة آليات الوقوف أمام التحديات التي تواجه العملية التعليمية في الثانويات النموذجية بمشاركة مدرية ثانويات النموذجية وعدد من الطلاب والمعلمين والمعلمات في الثانويات النموذجية بساحل ووادي حضر موت وخرجت الورشة بحزمة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تحسين مخرجات الثانويات النموذجية ودفع بالعملية التعليمية في الثانويات النموذجية إلى مراحل متقدمة تأتي هذه الورشة بتوجيهات كريمة من رئيس وعظام مجلس أمانا مؤسسة حوارم التنمية بشارية متمثلة بالمهندس عبدالله أحمد بوكشان ومتابعة حثيثة من الإدارة التنفيذية للمؤسسة ممثلة بالمهندس طارق علي بالخشر وذلك لمناقشة نتائج الثانويات النموذجية للعامين الدراسيين 2021-2022 والعام 2022-2023 والحرص على مخرجات هذه الثانويات النموذجية والحفاظ على مستوى العملية التعليمية والتربوية في الثانويات النموذجية في هذا اليوم حضرنا ورشة العمل الخاصة بتقييم النتائج للعام الدراسيين 2021-2022-2023 وطبعا هذه وقفة تقييمية للثانويات النموذجية مقارنة نتائجنا بالنتائج للمحافظات المحررة وأيضا كذلك بالنتائج الثانويات في محافظة الحضرموت وما حققتها الثانويات النموذجية دائرة التعليم بمؤسسة حضرموت مشكورة دعت إلى هذه الورشة التقييمية التي من خلالها نراجع أنفسنا نرى أين نقاط الضعف وأين نقاط القوة لكي نعززها ونقاط الضعف أيضا لكي نتجاوزها